عندما ترى الكافر ترى الكفر ترى الشرك ماذا تصنع تقول يا رب لك الحمد تحمج الله عافاك أن تكون كهؤلاء الله سبحانه وتعالى هذا من جانب تحمد الله عافاك من الشرك وأن هذا من نعم الله علينا الجانب الآخر لابد أن تدعو الكفار إلى الإسلام لا تتركهم على الضلال المسلم لا يقش الكافر لا يكذب على الكافر المسلم يحب الخير الكفار يقول أنا أحب لكم الخير وكل الخير في الدخول في الإسلام أخاف عليكم من النار نقول أنتم الواجب أن تطيعوا عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه أمر باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا ت哭 وكلانب الآخر لأنه كلمة لا زوج الله تعالى وكلانب الآخر لنا وكلانب الآخر لإلتفجه إذاً لنعبد لننصح للكفار ننصح لهم نحب لهم الخير وهو الدخول في الإسلام نعم نعم